السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رجعنا لكم بشرح جديد اليوم رح نشرح لكم كيف تعمل حساب تعمل مدونة على بلوغر بلوغر هي من جوجل من الشركات المعروفة جدا اللي بتتيح لك انك تسوي مدونتك والاضافة الى انه تضيف اعلانات على مدونتك والشرح كامل للمدونة بالخيارات الموجودة فيها وانت تعدل الخيارات بالاشياء اللي بتناسبك واخلينا نبدأ بالشرح ما بنا نطول بمقدمة على خنبلش على طول نكتب بلوغر يطلع لنا بلوغر دوتكم ندخل عليه حط create your blog طبعا بعد ما سجلنا بحساب جوجل يطلع لنا هاي اللائحة بتحط عنوان المدونة تعيدك العنوان اللي بدك اياه مثلا انا حاول انه يكون مش موجود حط التالي بدك تختار طبعا عنوان يورا البرضو نفس الكلام بدك تحط عنوان يعني احاول يكون عنوان سهل وما فيهوش اه ارقام كثير عشان يسهل وجودك يعني يسهل الناس اه اخوان اختار عنوان لا تحط طبعا كثير يعني عشان الناس تلاقيك بسهولة الاسم المعروض اللي هو يعني الاسم اللي راح يطلع للمدونة اللي الناس راح تشوفه يعني هون اعط مهلا اي كلام حط انهاء يعني هذا مش اي كلام انت بتختار اللي بدك اياه اه هذا كلام فاضي الان نبدأ بالشرح يعني هون ركزه شوي اه نبلش بخيار خيار المشاركات طبعا هون المشاركات انت تقدر تنشئ مشاركة جديدة سواء بدك اياها انت تكتبها بصيغة الاشتعمال وانت تبرمجها كاملة او وضع الانشاء بتحطه وبتكتب البدك اياها هون ما علينا ننجي الان على الاحصاءات برضو هاي احصاءات يعني عادية تعليقات ارباح صفحات هون انت من هون بتضيف صفحات سياسة الخصوصية والى اخره وعندك التنصيق التنصيق هون يا جماعة ايه يعني انا بنصح بشدة طبعا هذا بداي وانت راح تشوف المدونة تعيتك كيف راح تظهر اسم فرجيكو اي المظهر طبعا يا جماعة الخير علي اعدادات خلينا نمش عليهم سريع سريع معبلنا نطول عليكم بالشرح طبعا سي ما قلناه لكم يعني كل الاشياء اللي راح تحتاجها عشان تنقبل بادسينس وتبلش تحقق ربيح من مدونتك طبعا في بعض اللي زي ما قلنا يا مقاطع اليوتيوب كلها ما احداش قايل لك شو المعايير اللي انتي تعمل فيها مدونتك عشان تنقبل بادسينس ما علينا خلينا نشرح الاعدادات طبعا كل اشياء راح نشرح وقته وفيديوهات منفصلة ما عليكم انتو بس تابعوا القناة واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ورح يعني تبدعوا معنا ان شاء الله اليوم العدادات الرئيسية طبعا تقدر غير عنوان تحط وصف لغة مدونة محتوى البالغين دائما خلي طافي لانه سياسات ادسينس ممنوع اصلا تكون له مدونتك ربحية ممنوع تنشر محتوى البالغين ورغم تعريف القياس هذا سكيب الخصوصية طبعا بدك تفعل انه مرئي لمحركات البحثة طبعا كيف بدك الناس تشوفها عنوان المدونة برضه بتقدر انك يعني تغيره طبعا انت اختار من اول اسم في جداع ذلك يتغير اختار اسم ومشي عليه واختار URL ومشي عليه لش تاتي بي اس هذا فما نفعله المشرفون عن المدونة ودعوات المؤلفين ودعوات المزيد من المؤلفين وصلاحية القراءة هون بتقدر اضيف مؤلفين بتقدر اضيف مشرفين معاك زي الفكرة الادمن بصفحات الفيسبوك انه ينشروا معك طبعا المدونة بضرها اليك لكن هم بتعظيم صلاحية انه ينشروا عن المدونة و الاخير من هذا الكلام بصلاحية القراءة تقدر خليها عام او مدونة خاصة من المؤلفين او الخراء المشاركات اولا الاقصى العدل المشاركات المعروضة على صفحة الرئيسية هي سبع مشاركات كيف يعني؟ طبعا تقدر تغيرها لكن خليها اعداد افتراضي هون مشاركات راح تظهر منشورات الانت بتنشرها راح يقول لك انه اكثر عدد الي هو سبعة ويرتعار طبعا مزيد خلي يعني عشان تكون صفحة ارتب خليها سبعة يعني في جداعي تبلش فيها نموذج المشاركة والعظم مبسط للصور وعظة الصور هذا كله سكب ما في فائدة منه لحد الان طبعا لما يصير وقتين يعني كله راح ينشارح هذا بس حاليا هذا الحاكي ما بفيدك انا بقول لك عن الخلاصة اللي انت بتحتاجها موقع التعليقات هون من يمكنه التعليق والاشراف على التعليقات طبعا التعليقات هون دائما نخلي اشرافك دائما انه في ناس تدخل تسب يعني هي اول خيار ان الناس تفعله ومن يمكنه التعليق يعني بفضل انك تحط اي شخص عادة حتى لو انه مش حاط حسابه جوجل موقع التعليقات مضمن يعني انه تحت الصفحة بريكتروني هون من الخيارات هاي بتقدر انك تنشر عن طريق البريد الكتروني او تردع التعليقات عن طريق البريد الكتروني يعني صراحة مش شايف انه موضوع يعني كثير قوي التنصيق التنصيق هونه ما في اشي مفضل تختار منطقة زمنية تأيتك حسب المكان الذي ان تستهدفه تنصيق عنوان الصفحة يعني تختار كيف بظهر التاريخ انه يوم لحال أو بالشكل هذا وبالشكل هذا ما في اشي مفضل تنصيق طابع للزمن نفسي اشي تنصيق طابع للزمن للتعليق كمان نفسي اشي العلمات الوصفية اللي هي اتظار تحت العنوان 150 حرف مثلاً لما اكتب مدونة مدونة اي كلام مدونة اه شايفين هذا شوية احرف اللي طالت تحت هاي هاي هي الخيار هذا يعني تشرح به 150 حرف شو هي مدونتك اللي بحيث انك تجذب الناس بتبحث عن موضوع معين الاخطاء ما اخطاء انسى اه هون ملفات الكسامل ونكف تربطه بيه جوجل كونسل طبعا هذا راح نزل له فيديو دقيقتين ما عليكم انا انا بحب اقسم لكم الموضوع عشان ما تحضروا فيديو خمسين دقيقة ولا دقيقة اه فيديو دقيقتين نحن نحن لكم موضوع هذا الشغلة هاي طبعا شغلة مهمة بحيث تضيف ملفات السايتماب والكسامل تحقيق الربح تحقيق الربح هنا بعد ما تنقبل بتفعله وبتضيف ملف بتجيبه من كله راح نشرحه بس نعمل احساب معكم يعني بحيث ينطن طبق عليه المعايير كلها بحيث انه ينقبل وبالتالي يعني تضيف الملف هون ادارة المدونة هنا ادارة المدونة انك تسترد المحتوى او بتعمل نسخة احتياطية اذا كان عندك مدونة بدك تأخذ المحتوى منها او اذا بدك تعمل نسخة احتياطية لمدونتك قلاصة الموقع هذا كلام فاضي وعددات عامة هون الملف الشخصي الملف الشخصي تاعك هذو بكون هون العددات تعيده بغير الصورة والاسمه الى اخره وضيف اشياء يعني هاي تعديل ملف وضيف عنوان بريد اكتروني صورة يعني اشياء كلام يعني زي ما بدك تخذيف وهنا بنكون وصلنا لهاية المقطع طبعا زي ما قلنا لكم هذا الشرح سطحي جدا اه متمنى تكونوا استفدتوا لا تهجموا علينا التعليقات هسه تقولوا انه تبش شارح هذو الكلا اه شرح سطحي بس نفجيكم الخيارات اه يعني شرح بلوغر يعني بده كتير بقدرشان نزلوا كله على مقطع كامل فتابعونا انتو واشتركوا بالقناة علشان نقولولكم عن المعايير اللي رح تنقبل فيها مدونة رح نعمل معكم مدونة وتنقبل بادسنس ونضيف الاعلانات ونضيفها على جوجل سيرج كونسول لاني شفت مقاطع كثير على اليوتيوب ما بقول لك شيف انه اه يعني تنقبل فيه ادسنس تقعد الناس سبعين وثلاث واربع واخر شي ببطل الشغل هذو كله اتمنى كنت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس اعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة